نتذكر عاجلة ثم بعد ذلك الباب مفتوح لكم ولتوجيهتكم ولأسئلتكم أقول بارك الله فيكم ليأخف عليكم أننا سنسأل يوم القيامة عن أمرين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نسأل عن زيد وعمر من الناس فإن الله قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون أما كام يعملون فالانشغال بالناس كثيرا ليس من شأننا وما أرسلنا حفظاء على العباد قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بأكيد لكننا سنسأل عن كتاب ربنا وسنسأل عن سنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم نسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلغت وأديت أشهد ونصحت فرفع إصباعه إلى السماء ثم نكته الأرضق إلى اللهم فشهد اللهم فشهد فأرضهم إخواني وقد يسر الله لهم سبيل الوصول إلى مدينة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمدينة التي اختارها الله لرسوله بعد هزرته من مكة التي أحب البقاء إلى الله إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فالحمد لله نبلغكم المكان الذي اختاره الله لنبيه بعد مكة وهي المدينة المباركة التي فيها مسجد رسول الله الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد التي بها مسجد قباء وكان النبي يزوره راكبا وماشيا إلى غير ذلك من الفضاء التي لا تخفى عليكم في شأن من مات في المدينة إلى غير ذلك أنا وقد وصلتم إلى هذه البقاع أنصح نفسي وإياكم بالاستزادة من العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسائر العلوم كلها تبع لذلك العلم بكتاب الله تتقنون كتاب الله حفظا وتفسيرا وفهما وتدبرا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقنونها صحة تصحيحا وتضعيفا تعرفون الصحة منها الثابت عن رسول الله من غير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سائر العلوم من ذلك تبع فأنت إذا رمت أن تحرن مسألة من مساء الفقه ستجمع الأدلة الواردة فيها فإذا كنت لا تعرف الصحة من الضعيف حصلت لك إشكالات لأنك لا تستطيع أن تميز بين صحيح وضعيف وتظن أن هناك تضاربات بين حديث الرسول وحاشاه من ذلك فرسولنا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح قال تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلاف كثيرا فعليكم أن تولوا علم الحديث اهتماما لأن كل معلوم الأخر عالى عليه لا يصح أن تكون مفسرا وتفسر آيات بأحديث ضعيفة يخلق التفسير فيه عجاج لا يصح أن تكون فقيها وأن تتستدلع للناس بأحديث ضعيفة غير ثابتة وكم من خطيب يصعد المنابر ويخطب ووجهه يحمر وينفعل ويحدث بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجو لوجه الله أن تولوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما فالأصلاني نعض عليهم بالنواجد كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة نعض عليهم بنواجدنا في أزمنة الفتن وفي غير أزمنة الفتن كتاب الله أمامنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا فعلينا أن نعض عليهم بالنواجد ولا يخف عليكم أيها الإخوة أن الله قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا تفقيه في الدين فأحيانا تكون عنده نصوص قل لها ثابتها الرسول الله أحتاج إلى أن أجمع بينها أحتاج إلى أن أجمع بينها فحينئذ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن تعذر علي فهم النص أرجع لأهل العلم امتثالا لأمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قد يشكل علي مثلا حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ما حديث لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم كيف هب أنه يقول لا إله إلا الله قد يشكل علي فما هذا مع ذاك فحينئذ يلزمني أن أجأ إلى أهل العلم أسألهم إذا عجزت عن الفهم أو إذا لم أعجز فإنهم يوفرون علي طريقة ويختصرونها علي اختصارا